ترأس سعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير الإعلام رئيس مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية عبر تقنية الاتصال المرئي الاجتماع الاعتيادية للمجلس بحضور أعضاء مجلس الأمناء والمدير التنفيذي للمعهد وفي بداية الاجتماع أشاد سعادة وزير الإعلام رئيس مجلس الأمناء بما تم إنجازه في المرحلة الماضية رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البحرين والعالم في ظل جائحة كورونا ومؤكدا على أهمية مواصلة تنفيذ الخطط والبرامج المعتمدة والمساهمة الفعلية في الجهود الوطنية للحد من آثار هذه الجائحة بعد ذلك استعرض المجلس ما تم تنفيذه من برامج وفعاليات خلال المرحلة الماضية والداعمة لرؤية المشروع التنموي الشامل لجلالة الملك المفدى والمساهمة في تعزيز أهداف المعهد والمتمثلة في تنمية الوعي السياسي بين المواطنين وتقديم الدعم للعمل البرلماني والبلدي كما ناقش المجلس الميزانية المالية للمعهد لسنة 2021 وخطط العمل في المرحلة المقبلة مؤكدا أهمية الاستفادة مما توفره التكنولوجيا الحديثة من إمكانيات لعقد الفعاليات القائمة القادمة بما يتوافق مع قرارات اللجنة التنسيقية برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وتماشيا مع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة كما أكد المجلس أهمية مواصلة تعزيز التعاون مع المؤسسات الوطنية للمساهمة في رفع الوعي الديمقراطي لدى الفئات المستهدفة والارتقاء بمهاراتها في ممارسة المهام والمسؤوليات على النحو الذي يدعم مسيرة العمل الديمقراطي وتوجهات المملكة في مواصلة مسيرتها التنموية الوطنية الشاملة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر